في مثل هذا اليوم الثلاثين من نوفمبر سنة الف وتسعمائة وسبعة وستين غادرت بريطانيا جنوب اليمن بعد أن واجهت مقاومة وطنية تدرجت من الكلمة إلى البندقية واجهت بريطانيا هذه الإرادة بالحديد والنار ولكن أنى لهما أن يقضي على جذوة الكفاح وإرادة التحرر فبعد سنوات قليلة من انطلاق أول رصاصة تحرير أطلقت مواخر الأسطول البريطاني صافرات العودة حاملة جنود الإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس وأعلامها المطوية 52 عاما مرت منذ خروج آخر جندي بريطاني من جنوب البلاد لكن ذلك لم يعني خروج اليمن من دائرة أطماع القوى الكبرى وصراعاتها ولم يتمكن اليمنيون من امتلاك قرارهم المستقل لبقاء النخبة السياسية الحاكمة مرتهنة للخارج على الدوام وفي كل مرة كان هناك خارج جديد في ليلة الذكرى الثانية والخمسين ليوم الجلاء يبدو الوضع كأنه لم يتغير منه شيئا فبدلا عن المستعمر البريطاني صار لدينا حلفاء عرب يمارسون على ظهورنا أسوأ ما كان يفعله المستعمر وهذه المرة بداعي إنقاذنا من بعض أبناء هذه البلاد أكثر من أربعة أعوام منذ تحرير عدن والمحافظات الجنوبية من ميليشيا الحوثي وحليفها صالح لم يرى اليمنيون في هذه المناطق من خير هذا التدخل إلا الشعارات فيما كان المشروع الحقيقي للإمبراطوريات التجارية البازغة على ضفاف الخليج هو ذاته المشروع القديم للإمبراطورية الأم الراعية لهذه الكيانات ذلك الشيء القديم المسمى اتحاد الجنوب العربي وهو آخر ما تركته بريطانيا وأسقطته بندقية الثورة عاد مرة أخرى على يد القوى المعادية لثورة أكتوبر وبدعم القوى الاستعمارية الجديدة كتأكيد واضح على حقيقة الدور وطبيعة المهمة وأن المستعمر الأول ما يزال حاضرا وإن كان مستثرا هذه المرة تحت عقال عربي في اللحظة التي عاد أبناء الشمال لمواجهة النسخة الجديدة من الإمامة يواجه أبناء الجنوب شكلا جديدا من الاحتلال المقنع مأساة تجسد واقعا لا فكاك منه وحدية القضية والمصير